في ختام فعاليات اليوم الأخير من معرض القاهرة الدولي للكتاب نسخة والخمسة والخمسين بإنشاء طبعاً قدور مكثف جداً من أطياف الشعب المصري وكذلك حتى من حول العالم معرض القاهرة الدولي الحقيقة بيحظى باهتمام دولي وبيحظى طبعاً باهتمام داخلي والكل يحرص على قدور معرض القاهرة الدولي للكتاب لكن أثناء ما جئنا إلى هذا المكان الذي نصور فيه حالياً الحقيقة الأعداد في تزايد رهيط جداً أعداد كبيرة جداً جداً من الموطنين على الأبواب وداخل معرض القاهرة الدولي اللي لحق بآخر أيامه وطبعاً النهاردة آخر أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب وأكيد الكل بيحرص أن يكون موجود في معرض القاهرة الدولي للكتاب عشان يقتني من العام للعام الجرعة الثقافية والجرعة اللي يحب ياخدها من الكتب من العام إلى العام خلينا راح أبضيفي الكريم لمشرفنا النهاردة لمستاذ مروان حماد المنسق العام للبرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي لكتاب أسوال مرهب بيك أهلا وسهلا بيك مرحبا وأهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا سواز مرهوان خلينا الكلام أسوال مرهوان بداية عايز زدق من الشعار يعني شعار العام شعار مميز نصون المعرفة ونصنع المعرفة نصون الكلمة هي شعار مختلف ومميز أكيد لدلالات أسوال مرهوان طبعا الحديث عن شعار المعرض هو حديث عن الواقع الذي نعيش فيه طوال دورة كاملة تحتوي 15 يوما من العمل الجاد وهي الحقيقة نصنع المعرفة نصنع الكلمة متحققة في كل أركان المعرض المعادلة التي نراها داخل المعرض هي معادلة ثلاثية ما بين جهد قبل المعرض وصناعة الحدث على الأرض والجمهور الذي يشارك في هذه الفعاليات الثقافية الكبيرة التي تقام على أرض مصر نصنع المعرفة هو شعار يأتي من التاريخ عبر أصور مصر الكبيرة وهناك مقولة تقول إذا أردت أن تكتب التاريخ فابدأ من مصر فالتاريخ يتحقق بصناعة المعرفة التي رأيناها من قديم وتتجدد كل عام داخل هذا الحدث الكبير الذي يضيء مصر والعالم العربي والعالم أجمع نصنع الكلمة بالنشر نصنع الكلمة بالمناقشات والحوارات نصنع الكلمة بتقديم المواهب بتقديم الأمثلة القادرة على صناعة أشخاص يفيدون هذا الوطن نصنع الكلمة بوضعها في مكانها اللائق بها داخل هذا الحدث الكبير اختيار الشعار لا يأتي مرة واحدة وإنما يتم العمل عليه بعصف ذهني من اللجنة الاستشارية العليا لهذا المعرض ويتم التوافق عليها وأخذ الرأي فيها ثم إعلامه فالشعار هو حدث بامتياز داخل هذه القاعات وعلى هذه الأرض التي تحوي المعرض نعم طيب سوز مروان شخصيات المعرض دايما بيكون فيه شخصية لكل معرض في كل دورة من دورته السنة دي وقع الاختيار على السيد سليم حسن عميد الاثريين وده طبعا اختيار يمكن بيدلل على قد إيه مهما حتى عدى الزمن لازم طالما طاليك بصمة لازم يكون لهم دور في يوم الأيام الدلالة بالاختيار الشخصيات العامة اللي تبقى بتمثل المعرض سوز مروان طبعا هذا الاختيار تم منذ عدة سنوات واختيار الشخصية المعرض يكون بناء على التأثير الذي أثر به في الفكر المصري والثقافة المصرية والهدف الأسمى من ذلك هو تعريف جيل لم يرى ولم يسمع ولم يقرأ لهذا المؤثر فبالتبعية اختيار الشخصية بيأتي من خلال أعماله ومن خلال ما قدمه للوطن وما قدمه للفكر وما قدمه للإنسانية فالدكتور سليم حسن على سبيل المثال وهو شخصية المعرض حينما تقرأ في حياته فإنه يتم تعلم جيل من هذه الحياة الثرية سليم حسن واحد من أبناء مصر الذين عملوا على أنفسهم وصنعوا داخل هذا الوطن ما يستحق أن يسطر اسمه به على صفحات التاريخ المصري والإنساني سليم حسن قمنا باختياره كشخصية للمعرض وعملنا كذلك على إخراج منتج يحمل اسمه في مشروع جديد يخرج من الهايئة المصرية العامة للكتابة وهي سلسلة تعني بعقول أو العقول التي أثرت العالم الإنساني والثقافة المصرية فسليم حسن واحد من المؤثرين الذين يجب أن يعرفهم الشباب ويلتمسوا تجربته في الحياة حتى نجد هناك سليم حسن آخر وثالث وغيره طيب عايزين نتكلم بقى نستغل وجود حضرتك النهاردة وحادت نسؤال برنامج الثقافي الخاص بالمعرض إزاي بقى بيترسم البرنامج الثقافي للمعرض وهو برنامج دسم جدا يمكن ياخد شغل شهوره وشهوره عشان يخرج بهذا المنظر المشرف والصالونات الموجودة صالونات الثقافية البرنامج الثقافي برنامج دسم جدا عايزين نتكلم عن البرنامج بشكل عامل طبعا فكرة البرنامج الثقافي يتم العمل عليها منذ نطيئة دورة مباشرة بعد أيام قليلة نبتدأ في التفكير في وضع لبنات البرنامج الثقافي البرنامج الثقافي في معرض القاهرة الدول الكتاب يحتوي الكثير والأكثر من الفعاليات فلما تسمح حضرتك عن أكثر من 550 فعالية متنوعة فتستشعر أن البرنامج ضخم ضخمة هذا البرنامج تأتي من محاوره ومن موضوعاته يتوزع البرنامج الثقافي ما بين القديم والحديث ما بين التاريخ وما بين الثقافة وما بين الفكر وما بين الإبداع يتنوع وكذلك تأتي قضايا الساعة سواء كانت ثقافية أو فكرية أو أدبية أو سياسية كي تناقش داخل المعرض ويكون لها إطلالة داخل البرنامج الثقافي البرنامج الثقافي ليس البرنامج المصري واحدة وإنما كذلك هناك برنامج ضف الشرف الذي يأتي به ضف الشرف ويتم التوافق عليه ووضعه كذلك على لائحة البرنامج الذي يقدم للجمهور حيث تأتي ثقافة ضيف الشرف حتى تعرض نفسها على الجمهور الثقافة المصري والعربي ومن يأتي من ضيوف معرض قائرة دولة الكتاب وبالتبعية نحن نقدم كذلك ثقافتنا حينما نكون ضيوف شرف في أماكن واخر فالبرنامج الثقافي هو طريحة يعمل عليها فريق كبير من المثقفين ومن العاملين في هذا الشأن فالحديث عنه هو حديث عزب ويطول طيب دلالة برضو اختيار ضيف شرف المعرض وهي النرويج وهذا يدل على الصداقات الوثيقة لتربط الدول لما حينما يتم اختيار دولة من الدول لمعرض القاهرة الدولي الكتاب ده دلالة أن هناك علاقات وثيقة تربطن بهذه الدولة دلالة اخترار اختيار بمملكة النرويج أيضا كضيف شرف لبرنامج القاهرة الدولي الكتاب طبعا اختيار ضيف الشرف يتم التنوع فيه ما بين الشرق والغرب والجنوب والشمال حتى تمتد القوى النعيمة المصرية كقوة فاعلة داخل أرض الوطن إلى ربوع العالم أجمع فحينما نأتي في الدورة الماضية ويكون ضيف الشرف المملكة الوردنية الهاشمية فهم أشقاؤنا وأبناء عروبة واحدة وغيرها وبالتبعية يأتي التنوع فنذهب إلى شمال أوروبا حيث ثقافة أخرى ثقافة الإسكندنافية التي ربما لا نعلم عنها كشرق إلا قليل إلا من بعض التجارب التي أتت حديثا وبدأت تبحث في الثقافات الأوروبية المختلفة القديمة فثقافة النرويج هي ثقافة قديمة فيها من الموروث الشعبي والثقافي الذي يجب أن يطل على المعرض وعلى صواره حتى يكون هناك تفاعل ومعرفة بالأخرى طيب عايزة أتكلم برضو صوص مروان على فكرة الزيارات الأجنبية والزيارات العربية وحتى الزيارات من الداخل حضرتك شايفها إزاي هذه النسخة تحديدة النسخة الخمسة وخمسين شايفي شايفي الزيارات دي هل هي فعلا أكثر من الأعوام الماضية هل هي بالمقارنة بعدد الزيارات نشايفينها إزاي صوص مروان الزيارات الزائرين للمعرض تقصد حضرتك طبعا إحنا على لائحة البرنامج الثقافي هناك تنوع للمشاركين من خارج أرض الوطن ففي هذه الدورة استضفنا ما يقرب من 200 مفكر وهاديب وكاتب من دول كثيرة حول العالم معرض القاهرات دا والكتاب قبلة يأتي إليها الكثير إما مستضافا أو إما رغبة في وجوده داخل معرض القاهرات دا والكتاب هذا التنوع طبعا يفيد تقافيا ويفيد معرفيا ويفيد أن هناك أواصر دائما قلت حضرتك أواصر مصرية تمتد إلى كل الربوع حتى يكون هناك قوة نستطيع أن نستقدمها لوضع لبنات تعاون مع الآخر فهذه أحد الأذرع المهمة في الثقافة التي تعني بها الدولة المصرية ممثلة في السيد الرئيسي الجمهوري نعم طيب النهاردة آخر أيام المعرض أستاذ مروان وأكيد الأقبال بيبقى مختلف دايما في اللحظات الأخيرة زي المصريين بيحبوا دايما اللحظات الأخيرة حضرتك شايف التنوع الموجود في المعرض هل يلبي كافة المحتاجات من الأطفال الكبار كافة القراءات الموجودة من كل مكان حتى القراءات الأجنبية القراءات المختلفة المترجمة عايزين نكلم بشكل عام على تنوع الثقاف الموجود في المعرض طبعا الدورة دي منذ بدئها وهي الحقيقة دورة فارقة ويمكن ده صرحت بيه السيدة الدكتورة وزيرة الثقافة في المؤتمر الصحف اللي يقيم قبل العقاد المعرض وكان كأن السماء تسمعها هذه الدورة هي الخمسة وخمسين والرقم خمسة هو نجدوه في كل الخطوات التي في المعرض فبالفعل الإقبال الكبير هذا العام يقترب من العدد خمسة ربما كسرنا عدد أربع مليون زائر وفي طريقنا إلى أن نصل إلى خمسة ملايين المبيعات التي تعني بها الهيئة المصرية العامة الكتاب أو جناح الهيئة المصرية العامة الكتاب كذلك كسر حيز الأربعة ملايين رقم خمسة في الموروط الشعبي له دلالة قوة وزينة وسحر عند المصريين والعرب فنتمنى أن تكون هذه الدورة بالفعل هي خمسة وخميسة حينما نقولها بالدارجة المصرية هذا التنوع الذي تراح حضرتك سواء في الجمهور أو في غيره مبني على وجود 1200 در نشر داخل معرض خيرات دول الكتاب تصنف أعمالها ما بين كل فروع المعرفة وبما فيها بالفعل كتب أدب الطفل فهناك صالة كاملة لكتاب الطفل فأظن أن كل واحد يجد داخل جنبات المعرض ما يبحث عنه من وجبة ثقافية أو ترفيه أو غيره فبالتبعية يجب أن يكون هناك تنوع ومقبول ومحمود ونعمل على زيادته في الأعوام القديمة كان في حرس السيد ماروان من دارة المعرض على موجبة الأحداث في المنطقة زي طبعا ما يحدث الآن في فلسطين وفي قطاع غزة تحديدا الجناح الفلسطيني بيلقى وبيحظى باهتمام كبير جدا من الزوار وحتى هل ندوات ثقافية احتوت على جزء مما يحدث الآن في العالم العربي من المشكلات ومن المعوقات زي ما يحدث في فلسطين هل كان فيه تسليط على الضوء على بعض هذه المشكلات طبعا زي القضية الفلسطينية؟ طبعا القضية الفلسطينية هي ملف مهم من ملفات الدولة المصرية وكان لابد أن يكون هناك إطلالة داخل معرى القائرة الدولي الكتاب على هذا الحدث المهم بالأمس كان هناك يوم داخل إحدى قاعات الفعاليات يوم عن فلسطين بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب وكان هناك جلسات مختلفة متعددة منذ الصباح إلى المساء بالتبعية قضايا الأمة العربية هي في القلب من الدولة المصرية ونحن نعني بكل الأشقاء وهذا قدر مصر لأنها هي التي تقود الدور في هذا الشأن فبالتبعية الجناح الفلسطيني يلقى قبولا كل ما هو فلسطيني يلقى قبولا داخل المعرض وبالتبعية نحن نعمل أو عملنا على إخراج هذا الشكل الذي يناقش قضية فلسطين ثقافيا وسياسيا وغيرها ونحن دائما في ازدياد من مثل هذه الفعاليات التي تخدم أشياء العربية بنشكر حذر جدا يا شهر مروان وأكيد إن شاء الله يكوننا اللقاء في النسخة القادمة بإذن الله ذا كلمة عمر أن ألتقي بإذن الله في العام القادم في النسخة 56 وبإذن الله تكون 55 موفقة بإذن الله وتنتهي بكل خير اليوم إن شاء الله شكرا لحضرتك ودايما معرض القاهرة الدول الكتاب قبلة تنير العالم أجمع قبلة الثقافة المصرية التي نسعى لها جميعا كي تكون في مصاف المعارض الكبيرة وهي بالفعل في مصاف المعارض الكبيرة شكرا جدا شكرا جدا جدا سؤال مروان حماد المنصق العام برنامج الثقافي بمعرض القاهرة الدول الكتاب شكرا جزيلا لحدك وستاذ مروان